في الشأن وفي شأن آخر دع مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى احترام وحماية عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة وندد بشدة بجميع عمال العنف ضدهم والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية هذا وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا مشروع قرار ساغته سويسرا بأغلبية 14 صوتا مؤيدا بينما انتنعت روسيا عن التصويت وقالت نائبة سافيري سلوفينيا لدى الأمم المتحدة أندينا بولوكار أنه منذ عام 2003 قتل ما لا يقل عن 2491 من عمال الإغاثة وأصيب أو اختطف أكثر من 4500 آخرين في جميع أنحاء العالم